السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الاكلة مالتنا راح تكون الاكلات العراقية القديمة والتراثية وايضا هنا الاكلات العربية يعني مو بس العراقين يسووها اكثر الدول العربية يسويها ما ارفع عندنا بالعراق ينسميها الكسور او الكراعين وبالدول العربية سموها الكوارع طبعا اول شي راح اكون عندي هنا لحمص يكون منقعتها قبل يوم ومنقعتها بصودة ومي حتى يعني يستوي عندي بشكل تمام بعد ما انقع راح اغسله واخلي ويا الكوارع اضيف لها لحم يعني حتى يصير بعد اطيب هنا انا عندي ماخذ رجل وحدة من البقر يعني مشتريتها من القصاب ومقطعها بهذا الشكل يعني القصاب هو يقطع لياها اول شي راح اخلي قليل كلش قليل من الزيت لان هي اصلا دهنية ما يحتاج بس على مودة احمس البصل فاضيف يعني اقل الخاشوقة من الزيت على مودة شوية يحمس عندي البصل واضيف لكركم واخلي لكاري هاي مثل ما تلاحظون فرح اخلي القطع الكوارع او الكراعين هنا رح شوي احمسها حمسة خفيفة واضيف فيها هم اللحم حمسة خفيفة كلش على مودة شوية يعني تذبل عندي واخذ نوع بصر اضيفة ثلاثة او ورق الغار اذا متوفر اذا متوفر اذا متوفر يعني موشكلة لا تخلوه احنا بعد ماء شوية بالبخار الذبلت عندي راح اقلبها بهاي الصورة بس صارت عندي يعني متحمسة شوية قليل راح اضيف لها مي حار والمي حار يعني خلي كمية هواية من المي عملي حتى تستوب راحتها واضيفها الحمص ومدة طبعا الطبخ ماته يحتاج فترة كلش يعني طويلة تقريبا نخليها اربع ساعات اول شي بداية خليها على رقم تسعة لحد ما تغلي يعني اول ما تغلي شوفوها تقومي يعني المي مالتها يفور بعدها اقلل هس مثل ما تلاحظون هنا نفارت عندي يعني صار عندي درجة الغليان راح انصي النار حتى تبقى يعني تستوي على نار كلش هادة تقريبا على اثلاثة او اربع اخليها تاخذ من الوقت يعني من ثلاث ساعات ونصف الى اربعة كل ما بقيته على نار تتهدر اكثر كل ما كانت اطيب حتى المادة الجلاتينية الموجودة بالكسور راح طبعا تكون اكثر شي موادها ونكهتها بالمرقة هذه بالاخير اضيفها الملح ما اضيفها البداية حتى على مودي يعني تستوي كل لحماتها بشكل جيد السلطاني عندي مستوي بس احتركها على نار هادة تبقى يعني تتهدر تعرفون طبعا هاي الاكلة يحتاج لها خبز عراقي فلازم اسوي خبز احنا عدنا من هالخبز العربي بس ما يتوالموا اياها فاخدت كل من الطحين ومي وخمرة بعد ما طبعا اختمر عندي وصار عجين بهاي الصورة راح عشنق واخبزة حتى على مود اسوي يعني ويا هاي الوصفة لان يحتاج لخوز عراقي حبابي ان شاء الله هاي الوصفة نارت رضاكم واعجابكم وارجب منكم وارجب تنسوا من دعم القناة باللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد اه طبعا هو اليوم احنا لانه نهاية اسبوع احنا بيته وعبد الله ويانا فهاي الطبخة طبعا كانت متواجدة وحتى تعرفون اللمة صارها بحلوة يلا اين حبابي هس وصلنا نهاية الفيديو نستوديعكم الله في امان الله مع السلامة باي باي اشتركوا في القناة